السلام عليكم و ارحبا مرحبا بكم في قناتي قناة شيوات صارة اليوم قلت خليني مبدل كل مرة كنقول لو كنعودة حتى ونلفت عليها فاش بغيت اذا بنعدل منتجنا هذا الفيديو جبارت رأسي كنقول السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي قناة شيوات صارة فبقت نضحك كل مرة كنقول لو كنعودة حتى ونلفت مهم بلا منزين طاول عليكم اليوم غادي نشارك معكم خمسة ديال الطرق مختلفين او لا كيفاش كنطيب البيض عندي في الدار يعني بشي طريقة اللي مبساطين وبزربك يوجدو لحسب الوقت اللي غادي نطايف فيهم مهم غادي نشارك معكم اول طريقة هو احد البيض بمطيشة اللي كيعجبني بزاف بزاف ولكن باش غادي تجيكم لديدة بزاف خص مطيشة تكون حامرة كيف مشتوم مقلة كبت فيها الزيت وعدلت في احد مطيشة اللي عندي كبيرة قطعتها مربعة صغارين مهم كنت خويت للوسط ديالة من ديك البودور ديالة وزيت كبت دابا زيت الزيتون وقبيسة ديالة ملحة وغادي نضيف واحدة رشيشة صغيرة ديال التاومة بودرة او التاومة مطحونة صافي هادو هما اللي غادي نحتج دابا دابا غادي نخلط واحدة تخليطة هيدا خفيفة وغادي نغطي على هاد مطيشة هادي ونخليها كالطيب عرب شوية يعني واحد خمسة دقايق او اربعة دقايق غير كل مرة غادي نخلطة حسن شوفت عسلت وطابت ولكن من الاحسن تكون عندكم مطيشة اللون ديالة حمار باش كتجي لديدة بزف بزف كنهدار عن تجربة حيث انا فاش كنكون مزروبة كنطيبع هاد مطيشة بالبيض وبصافي يعني كتجي لديدة بزف فاش كتطيب كنضيف لها واحد شوية ديال الكامون ماشي بزف باش ما كتجي كمشي مرة دابا خلط واحد البيض هيدا غير بالزربة وضيفتها فوق هاد مطيشة بهاد طريقة يعني بلما تخلطوها بزف باش ما كترجع شي خفيفة ديال البيضة خلطها غير واحد شوية دابا غادي نغطيها باش نقطع واحد شوية ديال الربع ونضيفو عليها الربع كي يبقى على حسب رغبة ديالكم واش كيعجبكم او لما كيعجبكمش موام انا كنضيفو حتش كيعجبني الربع خضر في هاد مطيشة والبيض وكتبقى على حسب دوق ديالكم دابا غادي نغطيها ونقص على العافية اللي تكون مهيلة ونخليها كتطيب على الخطر ولكن انا كيعجبني بزف زيطون حار كيعجبني بزف بزف مع مطيشة والبيض راكيجي رائع جدا صفي هادي هي الاقتراح الول اللي اقترحتو عليكم ديال البيض البيض بمطيشة والزيتون كيجي غزال بزف بزف مهم كنتمينا هاد الاقتراح هنا الاعجاب ديالكم وخواه معروف وكل شي كيوجدو ولكن بغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي كنتمينا ادنا الاعجاب ديالكم ننتقلوني الطريقة الثانية الطريقة اللي هي سهلة بزف بزف وصحية هنا عندي واحد البيضة وجوش فرماجات وتقدرو تعادلو غي واحد فرماجة ماشي ضروري تعملو جوش ولكن انا قد خليني نعدل جوش بمعناني غادي نصور غادي نصور هاد فيديو خليني نعدل جوش حيث كنتمي زيونة بزف والديدة هاد الطريقة ديال البيض بفرماج وكيف مره ديتو ببال انا قطعت ديك فرماج مربعات ماشي كبارين بزف وماشي صغارين بزف يعني قطعتهم مربعات اللي هم متوسطين في الحجم ديالهم دابا غدي نخلط غي واحد شوية وغدي نزيد واحد قبيصة ديال ملحة وغدي نزيد الحليب غي واحد شوية ما تكتروا في هذه المرحلة من احسن تعادلوا غير واحد شوية وما تخلطوش بزف يعني كخصو يبقى لحلي باين وحتى ديك البيض خصو يبقى باين هاد الطريقة سهلة بزف بزف وكتعجب بزف الوليدة صغار اذا عندكم شي وليدة ولا شي بنيتها في الدار هاد الطريقة كتجغزالة والديدة تقدروا تعديوهم الوليدات اللي عندهم تسع شهور او لا عشر شهور يعني غير هاي دا وليدة اللي باقي صغيرين كيف ما هي سهلة وبسيطة قد ما هي الديدة او صحية على حساب الوليدات شبرت المقلة شعلت عليها العافية وضيفت عليها شوية ديال الحليب خليته حتى سخن وضيفت عليه ديك البيض اللي كنت خلطته معاكم وصافي خليتها كالطيبة واحد شوية ومن بعد بديت كنخلط احتى شبرت فرصة ديك البيض مع ديك فرومج احتى شبرت يعني خليتها الطيب واحد جوجد قايق غطيتها عاد بديت كنخلط كيف ما كتشوفوا معايا حتى تجمعت وحتى تمسكت بهذا الطريقة وراهية سهلة بزف وكجلدي ديك نتمنى الاقتراح الثاني ان الاعجاب ديالكم وخليونا نجيون الاقتراح الثالث نشبر واحد مقلة غادي نكون فيها الزيت يعني واحد الكمية لبأسة بها وغادي نحتاج بصلة بيتة قطعتها مربعة صغارة بزف بزف ومن الاحسن والافضل لتكون عندكم بصلة بيتة ماشي بصلة حمراء ده با ضيفت ملحها على احساب دوق ديالكم وغادي نبقى كنشحر هاد بصلة حتى تشحر لي مزيان مزيان وتبقى تعطيني ديك الريحة ديال تقرميلة عاد غادي نضيف عليها شوية ديال السحتار وشوية ديال يبزر او لاليبزر وغادي نخلطهم مع بعضهم وغادي نزيد نشحره حتى ستعطيني ديك اللون تقريبا بني او لا ذهبي عاد غادي نضيف البيضة عند هنا يا بيضة واحدة سوف يخلطها في التبصل وغادي نضيفها فوق هاد بصل يا اما تعد بعض الطريقة يعني تشحره بصلة وضيفه فوق منها البيض اما تخلطو بصلة وضيفوها فوق مقلة كتبقى على حسب دوق ديالكم انا دابا غادي نخلطها غير واحد شوية ما غادي نخلطها بزاف وغادي نغطيها ونخليها طيب على المهل يلا يعني غادي نقص على العافية خليها غير مهيلة ودابا كيبقى اختياري تزيدو اربع او لما تزيدو شي وانا غادي نزيد حتى واحد شوية ديال زيت الزيتون كيعجبني بزاف كيزيد واحد ماداق اللي هو مزيون في هاد الاقتراح الثالث كنتمنى ينال اعجاب للكم وخليونا ننتقلون يا الاقتراح الرابع كنتمنى حتى هاد الاقتراح ينال اعجاب للكم هاد الاقتراح اللي غادي نعطي لكم دابة ديال البيض صراحة عندي معتمد في الايمس ديال ما كيختانيشي غادي نحتاج هنا يا طاجين ضروري طاجين حيتاش غادي نعدي الاغريش مع البيض او لا الخليع مهم عندي معتمد وكيعجبني بزاف بزاف غادي نحتاج هنا يا الطاجين ضفت علي واحدة الرشيشة ولا واحدة القطيرة ديال الزيت دهنتوا في الطاجين وخلطت البيض غير واحد شوية كيف ما عندي مضع في الفيديو ما خلطوش بزاف ودابة غادي نضيف ديال طروفة ديال اغريش او لا الخليع يعني اللي عندكم موجود واللي كيعجبكم هاد الاقتراح هذا كيعجبنك كامل بينا خسكم تجاربو حيش انا في الاول ما عجبني شيعي في منظر ولكن فاش دقتو رجعت مدمينة له صافي قدمه هو سهل وبسيط قدمه والديد وبزاف بزاف دابة غادي نقص حلي العافية نخليها مهيلة بزاف وغادي نغطي على هاد الطواجل ونخليه دابة تقدار تمشي توجد اتاي توجد فطر وهاد الطواجل نكيتب وغير يوصل نص طياب خسك ستفعله العافية وتخليه مغطي باش كيكمل طياب بلما يتحرق لك هذا هو الاقتراح الرابع لي كيجي يغزال مهم انا دابة ضيفت له واحد شوية ديالزيت وكيبقى اختياري اذا بغيتو تزيدوه او لا وخلينا ننتقل انطريقة الخامسة او الاخيرة اللي هي كتجي مختلفة تماما ثم ضاق وكتجي رائعة كنت منها حتى هي تعجبكم عدلت فمقلاء الزيت يعني عير واحد شوية ديالزيت وده بغت نضيف عليه بيضة واحدة حتش انا غي كنصور معاكم كنتيكم الاقتراحات باش كل مرة كنعدل بيضة واحدة شنو كيعطي للده نيل هاد البيضة واللي كيعطيها واحد الاختلاف اللي هو كبير بثاف هي بودرة ديالتوم صراحة بلما تتغربو بودرة ديالتوم كيسعطيه واحد اللده غريبة جدا نيل البيض وانا ضيفت ملحة في اللويل عدك زيت مصحوق ديالتوم او اللي التومة مطحونة وخليت هاد البيضة كطيب على المهل حتى هي نقصت على العفية وخليتها كطيب على الخطر دياله سافيدة بعد غادي نكوب ديك الزيت اللي عندي في المقلة وغادي نضيف زيت الزيتون اللي كيزيد في ماداق دياله دائما البيض كيعجبني بزيت الزيتون مهم هدا كان اخر اقتراح كانت منينا الاعجاب ديالكم واذا اعجبوكم هاد الاقتراحات ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم جديد يا القناة وشكرا شكرا